اشتركوا في القناة للمناهج اللغات والتجريب هنتكلم عن الجزء الاول من الوحدة السبعة الوحدة السبعة بعنوان كلمة لتس معناها هيا بنا واجو يعني يذهب وشوبينج يعني نتسوق فهيا بنا نذهب للتسوق عندنا النحلة الشعية انظر واستمع واقرأ فعندنا الصورة الاولانية فيها مجموعة الحاجات شنطة صفر ايه ومجموعة ملابس نظرة شمس كأننا نذهبين الى ايه الى اجازة فبنعد بنجهز شنطة الصفر بيبقى فيها الاشياء اللي انتوا شايفانها في الصورة دي فهنا بتقول يعني نحن سوف نذهب في اجازة فهاني رد عليها طب احنا نحتاج ايه للأجازة عندي كلمة need بمعنى يحتاج فهنا ترد علي تقوله I need shoes طبعا زي ما احنا عارفين يا احباب ان كلمة choose معنى حزاء Clothes ملابس and sunglasses ونظارة الشمس فهاني يسألها Do you want the teddy bear هل انت هتحتاجي الدب الدمية فقالت yes I want the teddy bear because he makes me happy انا احتاج الدب الدمية لانه بيخليني سعيدة ده الحوار الى داير كان بين هاني وهنا نشوف بعد كده الكلمات المهمة كلمة vacation vacation الاجازة عندي كلمات need يحتاج shoes حذاء clothes clothes ملابس won't you read teddy bear الدب الدمية وهابي يعني سعيد again vacation need need shoes clothes want teddy bear happy شوف بعد كده بيقول look listen and say جاب لنا some of clothes بعض من الملابس فاول كلمة كلمة sweater sweater اللي هو سطرة من الصوف او القميص الصوفي بس ما من الصوف يعني jacket 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 dress dress طبعاً jacket الصورة موضحة نفسها jacket اللي هنبنلبسه كلمة dress اللي هو الفستان socks 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 شراب او جوارب scarve 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 اللي هي الكوفية cab cab تي شارت تي شارت تي شارت تي شارت اللي هو القميص بدون اكمام تمام اللي هو نص كده بدون اكمام او بدون ركب shirt اللي هو القميص بدون الاكمام الطويلة وبيبع عادة ان يرقب scat scat تمام اللي هي الجيب اسمع الكلمات دون عليها مراتي سويدر سويدر ليها سترة من الصوف jacket 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 socks socks سوكس شراب او جوارب dress dress فستان shirt اللي هو القميص تي شارت اللي هو القميص بدون اكمام تمام اللي هو بنص كم يعني او بدون ركبه skirt مجيبة scarf كوفية cab كوبعة دي الكلمات اللي موجودة في others تعالوا بقى نتعرف على قاعدة مهمة موجودة sum of language functions بعد الوثاقة اللغوية اللي موجودة في اللحظة عندها اول حاجة عندي كلمة this this بستخدمها للاشارة للمفرد القريب معناها هذا أو هذه للمفرد القريب يعني لو حاجة قريبة مني بشاور عليها فبقول this that that معناها ذلك أو تلك للمفرد البعيد لو حاجة مفرد لو شيء مفرد بعيد عني بقول عليه that بقول عليه that بعد كده these 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 بمعنى هؤلاء بس للجمع القريب يعني ان لو عندي كذا شيء قريب قريب مني كذا الشيء ده يعني جمع يعني احنا اتفقنا ان المفرد والجمع في الانجليزي المفرد حاجة واحدة اكتر من ايه من واحد يبقى ايه يبقى جمع غير العربي مفروش المسنة والجمع لا في الانجليزي المفرد حاجة واحدة اكتر من ايه من حاجة يبقى ايه يبقى جمع فبقول لي هؤلاء للجمع القريب اللي هي كلمة these وبتتنطق these مش these تمام بتتنطق these these اما those those معناها اولئك للجمع البعيد لو بشاور على حاجة بعيدة عني وجمع باستخدم معاها those تعالوا نشوف الامثال نشرح الاول و بعد كده نشوف الصورة الموجودة بيقول what is this ما هارجة للمفرد القريب what is this تعالوا كده في البنت في اول صورة بتشاور على الجيبة الجيبة قريبة منها عشان كده قالت this طبعا مستخدمنا what اللي هي معناها ما او ماذا ما او ماذا طبعا وشاور على الشيء فيقول what is this لو لاحظت ان احنا جبنا is احنا اتفقنا ان this بتأتي مع المفرد عشان كده جبنا is is طب اجاوبة على السؤال دوان ليه طريقتين للاجابة لاما زي ما البنوتا كده في الصورة ما اجاوبة وقالت this is a skirt زي ما انت شايف كده فقولنا this is عكسنا جبنا this الاول بعد كده جبنا is وبعد كده جبنا اسم الشيء ايه اللي البنوتا بتسأل عليه تمام فقولنا this is يبقى لان اتفقنا ان this للمفرد للمفرد القريب عشان كده جايبين معاها is ممكن اجاوب عليها بطريقة تانية اقول له it is تمام اشيل this خالص اشيل this واجيب بعديها it او مكانها يعني it it is a skirt طب تعال نشوف الصورة اللي بعد كده بيقول what is that البنت بتشاور على a sweater اللي هو القميص او السطرة الصوفية وده بعيد عنها تمام فعشان كده قالت that طبعا احنا احنا اتفقنا قلنا وط معناها ما ومازا خلاص تمام وجبنا طبعا مع is طب ليه جبنا is عشان في that لان that معناها ذلك او تلك بس للمفرد الايه البعيد طب لما هنيجي نجاوب عليها هنجاوب عليها ازاي هنقول that is a sweater that is a sweater يبقى that ده ايه للمفرد البعيد عكسنا جبنا that الاول ثم جبنا بعديها is ثم جبنا اسم الحاجة اللي احنا بنسأل عليها طيب ممكن بردو نشيل that ونحط بدلها it ونقول it's a sweater it's a sweater يبقى شيلنا that وحطينا بدلها it ولنا it is نشوف اللي بعد كده طيب طب عاوض اشاول علي الجمع اسأل علي ويهي اجاوب ازاي في الصورة الاولانية الولد بيقول what are these what are these فلما جاوب نزل these الاول وجاب بعديها are الله جاب are ليه؟ لان these معناها هؤلاء يعني للجمع والجمع بجيب معا ايه اولاد؟ بجيب معا are ثم بجيب معا اسم الحاجة اللي انا بشاور عليها فقالي gloves gloves اللي هو الايه؟ الجوانتي طيب في الصورة اللي بعد كده بيشاور على البانطلون بانس تمام؟ فبيقول what are those what are those الله؟ طب هو بانطلون واحد ازاي احنا ازاي احنا قلنا عليه those ازاي؟ يعني اشمعنا؟ مش المفروض انه هو مفرد؟ لا الحاجة اللي بتكون من جزئين تمام؟ مش منفصلين عن بعض دي بتعامل معاملة الجامعة هنشرحها على طول فين؟ في الجزء اللي بعد كده على طول بيقول what are those what are those تمام؟ فنقول له those are those are those جامعي نجيب بعديها are those are pants واتفقنا ان those بيجي معاها are فلم يجيولي what are these او those هنجاوب عليها هنقول له these are six تمام؟ او they are six طبعا ده للايين؟ على حسب انا مشاور المعين للقريب او البعيد ممكن اقول له these are six او those are six والاتنين ممكن اشيل these و those وحط بدلهم ايه؟ they are زي ما عملنا في what is this what is that شلنا this وشلنا that وحطينا it is ممكن برضو اشيل these are او those are وحط بدلها they are they are اللي هو الرجلين مع بعض ما يفعش ان نلبس جزء ونسيب جزء تمام؟ زي مسلا ايه تاني بتاعب نشوف كده زي كلمة تمام؟ كلمة كلمة لو بتكلم على الحزاء ككل اللي هم الفردتين يعني بيعامل معاملة الجامع ممكن اتكلم عن فردة واحدة ولكن انت مش هتمفع تمشي الفردة واحدة كلمة يعني ممكن اقوله اللي هي فردة حزاء لكن لما اتكلم على شوز رغم ان انا بتكلم على حزاء واحد تمام؟ الا انه بيعامل معاملة الايه؟ الجامع كلمة نفس الكلام تمام؟ برضو اللي هو البانطالون كلمة الشراب ممكن اقوله فردة شراب ولكن انت مش هتمشي الفردة واحدة تمام؟ لكن هتمشي بالسوكس بالجوارب على بعض او الشراب على بعض كلمة اللي هي النظارة نظارة زي ايه؟ اللي هي نظارة الشمس اللي موجودة في اول ورقة برضو بتعمل معاملة الجامع ليه؟ ده هي نظارة واحدة اكيد لين هي ايه؟ بتكون من على ستين جزئين غير منفصلين مش هينفع ان نلبس جزء ونسيب جزء اكيد يعني تمام؟ فكلمة الجلاصس برضو بتعمل معاملة الجامع شوفوا في البعد كده بيقولي يعني ما نريده وما نحتاجه الفرق الاول بين الحاجة اللي احنا نحتاجها لما اقول I need ولما اقول I want لما اقول I need يعني ده هو حاجة احتياج لازم ضروري للحياة ما ينفعش ايه؟ ما ينفعش ايه نستغنى عنه اما اقوله I want It's a desire رغبة تمام؟ ممكن اعملها او ممكن تكون موجودة عندي او مش لازم تكون موجودة تمام؟ فده رغبة عندي حابب انها تكون موجودة تمام؟ بس لو مش موجودة يعني الدين هي مش هتوقف الحياة مش هتوقف جميل؟ فما يقول I need water انا عطفان جدا فمحتاج المية ممكن اقوله I need bread اكيد حد يقدر يعيش مثلا ماذا ما يأكل يعيش مثلا تمام؟ بان في حاجة اليه دايما في حاجة اليه تمام؟ كلمة choose ممكن او كي ولا نمشي اكيد محتاجينه واحد مثلا يقولي I need chocolate انا محتاج لين؟ chocolate او I need sweater انا محتاج سويدر تمام؟ في حاجة اليه اكيد طيب I want I want teddy bear انا محتاج teddy bear اريدي teddy bear انا اريدي teddy bear طيب السرا مش موجود عادي اكيد I want quiet انا اريد الايه طيار الورق ولا مش موجودة برضو عادي ايه رغبة انا رغبة لكن I need انا محتاج محتاج الحاجة دي ضروري لازم تكون موجودة تمام؟ يبقى عرفنا الفرق هنا كلمة need اللي هو يحتاج وكلمة want اللي هو يريد تعالى بقى لدرس مهم جدا تمام؟ صفات الملكية وضمائر الملكية وازاي نفهمها لأولادنا؟ طبعا انا عندي اول حاجة ضمائر الفاعل ومش هتقدر توصلها لابنك او البنتك من غير ما تشرح الجدول بالشكل اللي قدامه مدون لازم للطفل بعرف كويس جدا ايه ضمائر الفاعل وطبعا ضمائر الفاعل اللي هي ممكن اشيه مثلا احمد حط بداله هي اشيه مونة مثلا حط بداله شي اشيه احمد انبونة وحط بدالهم ذي كده اللي هي بتوجد في اول الجملة اي هي شي ات ذي وي يو ضمائر الفاعل دي ان بيطلع ويشتق منها حاجة اسمها صفات الملكية ايه الفرق بين الصفات الملكية وضمائر الملكية الفرق بين الصفات الملكية وضمائر الملكية صفات الملكية لابد ان تطبع بالاسم كي يعني بص ازف adjective اللي هي اسمها صفات ملكية بص ازف adjective يجب أن يأتي وراءها اسم أما دمائر الملكية اسمها طبعاً أنا أحاول إيه أكتب عشان كل موضوع سهل بسيط بحاول بسط الموضوع فالصفات الملكية يجب أن يأتي وراءها اسم صفات الملكية لها منها صفات الملكية منها ولازم صفات الملكية يجي وراءها الاسم وده الاختلاف بينها وبين ضمائر الملكية طيب ضمير الملكية معين ممكن أنا أشيل الصفات الملكية وأشيل الاسم وأعوض عنهم بالكلمة معين هشيل My موجد بلاس نون هشيل الليل والاسم لي حتى فلفلها زين ما نشوف كنا حج become هشيل هز للاسل الملكية هشيل لهز هنا بلاس نون وحتفوا دالها هيرز همه ايتز طبعاً كالا من كلمان هشية مير ملكية ذير فطبعه Theres هشيل ذير والاسم وحط ودالها theirs هشيل أور والاسم وحط ودالها AUARS هشيل يور والاسم وحط ودالها يورز تعالوا نشوف الامثلة بيقول this is my t-shirt this is my t-shirt هدي my جاي وراها الاسم انه هو t-shirt هذا قميصي تمام يتوري هذا t-shirt الخاص بي انا تمام يخصني my t-shirt طيب عاوز اشيل بقى my t-shirt دي وحط بدلها ايه ضمير ملكي هنشيلها ازاي فقال لي it's it's mine طبعا احنا ليش معنا جاوبنا ب it is مش عامل اتفاقنا ان this is ممكن لشيله هحط بدلها it is it's تمام وغير كده اني كلمة t-shirt دي ايه مفرد فعشان كده قلت it's it's وراح شايل my وتي شيرت وحط بدلها ايه mine it's mine انه ملكي شوف ميسيال تاني يقول this is your jacket this is your jacket تمام هادي يورس سفة الملكية وجاي وراها النون اللي هو الايه الاسم اللي هو كلمة jacket طيب فعل it's yours it's yours انه ملكك ولاحظ ان يورش يورجاكت حط بدلها كلمة yours طب ليه قلنا it is لان طبعا كلمة jacket مفرد فعلي it's او it's it is yours these are our gloves these are our gloves our تمام انه ايه اه جوانتياتنا يعني تمام ليه الجامة هادي our our طيب ادي our صفة ملكية جاي وراها الاسم طب لما هاجي بقى هقوله it's ولا هقوله they are هقوله they are ليه لان اولا these are جامة كلمة gloves اتفقنا انها جامة فلما هاجيها وضعنا ماقول they are شيلنا our gloves شيلنا الصفة الملكية وشيلنا الاسم وحطينا بدلها ايه hours نشوف التمرين الموجود في اه كتاب المدرسة بيقول look and circle تمام اه انظر وضع دائرة بيقول this is my t-shirt هقوله بقى it's my ولا it's mine احنا انتفقنا انه my لازم يجو رأيس زي ما هي موجودة فوق كده my t-shirt فما ينفعش يجي يختار my مال هقول ايه هقول it's mine عملنا ايه يعني عزفنا my t-shirt وحطينا بدلها mine this is your jacket this is your jacket طيب شيلنا ايه شيلنا your jacket ونحط بدلها ايه بقى يا حباب هنختار your ولا yours هن اتفقنا من your لازم يجي ورا ايه اسم اما yours ما منجيش وراها الاسم فاقوله it's ايه it's yours يبقى باخد صفة الملكية احولها لضمير ملكية ما احاسف الايه ما احاسف الاسم this is his كاب هذا هو الايه الكبعة هزيه الكبعة طيب هقوله it's ايه بقى it's he لا ده هي ده ضمير فاعل ما ينفعش ما لقوله it's a it's his عملنا ايه حزفنا his اللي هي صفة الملكية وحزفنا الاسم اللي جاي وراها وحطينا بدا لهم ضمير ملكية اللي هو is لاحظ في اول تلات جمل بيقول this is كانت الاجابة بتاعته it's او عشان احول الجملة يعني لضمير ملكية قلنا it's في الجملة التانية this is لان كلمة جاكت مفرد فبردو قال it's تمام this is his برضو قال في الجملة او في الاجابة يعني لما جي حول الجملة من صفة ملكية لضمير ملكية قال it's this is hair dress هدي hair صفة ملكية جاي وراها اسم فقال it's طب هنختار ايه بقى hair برضو لا طبعا يعني اتفقنا من hair بيجي وراها لايه الاسم هنختار ايه هنختار here's واخيرا these are our gloves تمام طيب these are our gloves احنا اتفقنا كلمة gloves ايه جمعهم دي اللي ايه الجاوديات بتاعتنا طيب لما جيه جاوب قال ايه او لما جيه حول الجملة they are they are طيب ليه قلنا they are لان gloves جمع فالامثالة ليه قبل كده كلها تمام كان بيقول this is فكان ما بيجي ايه بحط ضمير الملكية يقول it's لما لما قال these are لما جيه حط ضمير الملكية قال they are طيب هل they are our لا hour دي صفة ملكية ما بيجي بيجي وراها الاسم اما hours اللي هو ضمير الملكية هو اللي مش بيجي وراه حاجة فاقول له they are hours وفي الختام اتمنى اه تكونوا استمتعتوا بالفيديو بتاعنا ودعمنا انوصل لكم المعلومات اللي موجودة في الجزء الاول من الواحدة السبعة من كتاب connective plus اه اتمنى ان يتقبل الله مننا هذا العمل اللهم علم ان ينتفع به كان معكم مستر سيد سامير من قناة easy grammar اتمنى ان تعملوا لايك للفيديو وتعملوا شير كتير وتعملوا سبسكرايب للقناة عشان يصلكم كل جديد وانتظرونا ان شاء الله في الجزء الثاني من الواحدة السبعة طريبا ان شاء الله thank you for your watching bye bye